عام 2006 انطلق المسبار الأمريكي نيو هورايزنز في رحلته إلى بلوتو رحلة استمرت تسع سنوات قبل وصول المسبار إلى وجهته يوم الثلاثاء لدى انطلاق المسبار كان لا يزال جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وكان باراك أوباما أطلق حملته للفوز بترشيح حزبه في مواجهة المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون وقت ذاك عام 2006 كان أيضا عهد التحول من أم أسان إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبداية عصر واتساب وقتها هكذا كانت صورة بلوتو ليطأها المسبار بعد تسع سنوات ويصبح لدينا صورة مباشرة من الكوكب الصغير في التسع سنوات وصل الأمريكيون إلى أبعد كواكب المجموعة الشمسية وطبعا تغير العالم بأسره انسحاب من العراق وأزمة اقتصادية عالمية وصلح أمريكي إيراني عام 2006 كان المشهد عندنا هو هذا طاولة حوار سبقت شغورا رئاسيا لتمر السنوات التسع ونحن لا نزال ننتظر عودة الرئيس الحريري إلى ربوع الوطن وننتظر انتخابات نيابية بعد غياب قصري وأن تملأ شغورا رئاسيا جديدا لماذا؟ نريد كل ذلك لنعود إلى أين؟ إلى الحوار طبعا فلدينا قضايا وطنية لا يعلم بلوتو ولا الأمريكيون بتعقيداتها بدءا بكيفية إنتاج العيش المشترك لكمية من الكهرباء تضيء 24 ساعة في اليوم الواحد قول الله جاد غصن قناة الجديد